ومن قلب البساطه يجي الجمال بصفتنا النهارده بسيطه وسهله واقتصادية لكن كمان جميله وشيك وصحيه النهارده هنعمل بيض اسكوتلندي تعالوا مشوف هنعمله ازاي مع بعض معي نصف كيلو لحمه مفرومه هحطها وهحط معي بصله مبشوره بس انا مصفيها من ميته وهحط معلقتين كبار بقصمات وهحط معلقه نشا ومعي بوهرات هي سبع بوهرات وهحط كمان بوهرات كفته وقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه وهحط معلقه صغيره ملح وهحط كمان نص معلقه فلفل وقلب بقى الكلام الحلو ده كله مع بعضه مهم قوي بقى ان البصله تبقى متصفيه من ميتها لان انا مش عايز اللحمه يبقى فيها اي مية خالص علشان لما افردها وحط البيت جواها تمسك نفسها بسرعه في السوق فانا عجنتها هي تمام خلاص بقت تمام معي دلوقتي بقى انا جبت كيس فتحته كده وهاخد بقى اللحمه بتاعتي كده وابتدي افردها بصمك ان هي تبقى واحد سنتي فانا هعط بقى افردها كويس كده في الكيس ده بصمك واحد سنتي بس وتبقى متساويه وعلشان انا مش عارف افرده بادايه فانا بقى ابصوا هعمل ايه جبت كيس ثاني هحطه كده وجبت النشابه وهفرد بقى بالراحه كده يا سلام اسخل لما كنت عملت كده من بدري بصوا بقى اتفردت معي بسهوله ازاي هفضل افردها بقى حالي والحد ما توصل ايه سمكها واحد سنتي كده عشان ايه نحط بقى البيض ونلفوا ويبقى احلى بديسكوتلاندي اهو بصوا بقى خلاص اتفرد معي كويس لما فردته اهو وبعدين انا كنت سلقى بيض احطه بقى في الوسط كده اهو كده وبعدين هعمل ايه بقى هلف كده الرول بكيس بالراحه واقفل عليه كويس كده تمام وافتح الكيس كده بالراحه ولف تاني بالراحه خالص عشان ما اطلعش من الجناب وافتح الكيس وانا بافتح الكيس كده بس اقفل من الجناب مهم اقفل من الجناب مهم اقفل من الجناب وافتح الكيس تاني ولف كويس تمام بعدين اشيل بقى الكيس كده افتحه وبعدين اقفل بقى الجناب دي كده كويس من هنا وكمان اقفل من ناحية تاني كويس قوي اهو وبقى رول مظبوط عندي جميل جدا جدا دلوقتي بقى انا هجيب ورق زبدة ولفه فيه اهو انا جبت بقى دلوقتي ورق الزبدة اهو هحط بقى كده تمام ولفه كويس ولفه كويس ولفه كويس ولفه كده زي البنبونية برضو من الجنب كده كويس 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 لفه محترمه برضو ونعمله برضو زي البنبونية كده تمام اهو بصو بصو لف معي وبقى مظبوط نية مية دلوقتي بقى مرحلة التسوية هنسويها ازاي انا هجيب سنية واحط فيها بس من اعراها كده شوية ماي صغيرين وهحط فيها ولق رورق وحبهان تمام بعدين بقى ورقة اللحمة اللي عندي اللي احنا عملناها دي انا هخرمها كده بخلة السنين عشان اتضيها نفس للتسوية وهي في الفرن وبعدين هحطها كده هو فرصنية اللي احنا حطنا فيها الحبهان ورق اللورة والمية دلوقتي بقى انا هحطها في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة مص ساعة او 25 دقيقة انتبعها وبعد كده نشوفها يطلع لنا احلى بدسكوتلندي يلا فينا حقيقي فعلا من قلب البساطة يأتي الجمال مفيش اجمل من كده جربوها وقولوا رأيكم باي باي كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة دوت كوم